مساكم الله بالخير حياكم الله بدون انتليا قلت الانصار ردنا معاكم مرة ثانية بطريق سيكستي اف ام معاي اخوي عبدالله عيسى طبعا نائب رئيس نادي بورشا بالكويت كلهم نعرف الدقة والمتانة والتكنولوجيا الالمانية والحجي ترى مو غلط شونك عبدالله شيخ بارك وحابة تشكر منكم على هاللقاء ومو غريبة عليكم صحيح الله يسلمك الحين اللي عرفه ان بورشا يعني عبدالله تعال هصو بمين شوي ايوه بس جي منتاز صورتك اوكي شو طلع الصورة اوكي وصورتك ايو اوكي لازم هو لازم يشوف يعرف زين نادي بورشا متبلش متبديته فيه طبعا تأسس نادي بورش لكويت على ايد المهندس زكريا دشتي ابو يحيا نمسي علي ابو يحيا شونك ايه يحوز بشوي خليه يحوز يحوز بسنة الفين وثلاثة التأسيس كان طبعا وهو طبعا نادي رسمي من شركة بورشا الام اللي هي فيه ألمانيا حلو حلو وبلشنا الإفنتات من 2006 يعني بورشا كلاب على قولتهم كويت ديفيجن ايه نعم ايه وبالضبط ايه هذا القسم الكويتي ايه او شابتر الكويتي ايه ان زين شنو اللي انشطة اللي قاعد تسوون شنو سوون واحد صار في ديفيجن كويتي شو تسوون يعني في ناس تسأل قولك والله ايه نادي حق الشيء الفلاني او مجموعة نادي حق المنتج الفلاني او السايرات الفلانية او النادي الفلاني تابعين نادي رابطة النادي الفلاني شو تسوون احنا طبعا اهم شي اهم شي عندنا في النادي هو التواصل ما بين المحبين المحبين السيارة يعني اللي يحب ال بورش عنده مواضيع ما احد يفهمها ترى الا اللي عنده البورش من هالمواضيع ترى انا انصدمت مرة قاعد يتكلم وح attا على الدق الموديل تتشل فإحنا وشفنا الشباب الأعضاء القروب شنو ميولهم شنو يحبون قمنا نطور هالمواضع نطور 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 لطلع عندنا جدول يمكن ويحي يسوينا 30 فعالية بالسنة عدولات هده بروح يعطلك 30 جدول ويروح ويروح راكب شوي يدور سبونسور ترى شو الجماعة اللي بيدعم اللي بيشارك ترى الجماعة هم يعني عندهم إفنت ياي مهرجان إن شاء الله مهرجان نادي بورش لكويت تحت رعاية السفير الألماني تاريخ 16 و 17 فبراير حلو 16 و 17 فبراير اللي مهتم عنده مثلا شركة ودي يشارك ودي يدعم وديش رعاية أو شي ترى الجماعة موجودين شو يتواصلوا معكم عشان أفتح المجال الحقلية بالحين عندنا طبعا الواتساب أو بالتلفون اتصال أو الواتساب على رقب 9 و 8 9 1 1 9 1 1 وعلى طبعا تيربول تون جي تي 3 جي تي 3 لأننا نحن طبعا هذه النسخة الثالثة نحن دايما أفراح نتبلش مع أفراح الكويت اللي هو في شهر فبراير الحمد الله كل سنة في شهر فبراير نسوي هذا المهرجان النسخة الأولى ناجحة كانت الثانية أنجح الثالثة إن شاء الله تفجير اللي بي اللي بي شرح يلاقي اللي بي أو شي راح يلاقي عندنا يومين اليوم الأول راح يعني العام كان احنا لو يابين موسوعة جنس شان يمكن حطمنا رقم قياسي فيها هالسنة بعد زيادة هالسنة اللي فاتت مسوين اللي هو مسيرة أو برايد داخل الحلبة هذه يمكن كانت أطول مسيرة أو أكثر سيارات بورشة موجودة على الحلبة بالعالم بالعالم 180 سيارة ما شاء الله صدقتل على مستوى العالم الاندي انا شوف متلاقي 20 سيارة مايون وايد اي اي فعلا شبتلات العالم كلها صح بس بالكويت ما شاء الله فزع فزع و عشاق بالكويت نحن ناس عشاق بالكويت صراحة اكتشفت انا هالشي ابي اس فور في اس فور موجود تعال انا قتلك تعال اليومعة شنو قتلك تعال اليومعة اشياء وايد للبيع الناس اللي عارفوا البورجة اشياء قديم هذا 928 نعم 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 بورشة عندها سيارات طلعت ما ماتل عادي تارجة مثلا عندك الاس فور 944 مع انها صغيرة وشكنوها بسحبوها لا 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 التون تيربو اللي طلعت فيلم باد بويز 964 هذه عفوزة الدنيا في سيارات اي كون يعني معروفة اي غير الاشياء الثاني اللي نزلت عندهم طبعا عني اللي كل في عندهم الهايبور كارا والسيارات الفائقة اللي كان عشر تناوات تقريبا تنزل واحدة مثل 959 3.6 والجي تي ون والكاريرا جي تي وال 918 سبايدر ونحن راح تنزل ان شاء الله المشن حلو ايه هذا يجبا يعني اللي حب البورش ومو شرط عندك بورش تحب البورش تعال تبيت تعرف على السيارة تعال تحب السيارات تحب السيارات عموما تعال تحب اللي بالسراديب ما تطلع ستلقاها موجودة شيء قديم اول انتاج شيء مخشوش اخر انتاج شيء ما شفت تعال اقول حق الكل يروحون حلبة لازم ضروري اكبار صغار حلبة الكويت يمع وسبت يمع وسبت والخمس عندكم تجهيز ايه تجهيز هذا ما رح يكون يعني الشغل الايفنت موفات رسمي ايه موفات رسمي ان شاء الله يوم اليمع من الساعة ثنتين ليس ساعة عشر ويوم السبت من الساعة واحدة ليس ساعة عشر والجو حلو والجو حلو ان شاء الله والكل يمكن يروح يستانس ايه رح يكون في تجربة بالمضمار ايه طبعا فالناس تقعدها مدرج وتشوف التجربة في سباق حق بالباريد رح يكون فيه براكتس هذا يوم اليمعي اللي مدت اربع ساعات اوكي ويوم السبت لا سباق 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 فئات كلاسات ستفئات بس كلهم بورشات بمدرج طبعا لا 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 كله على الحلبة اهو ناس 30 سيارة طالح سيارة على حسومة وحرادين ايه 60 سيارة من الكويت من بر الكويت اخواننا من العمان اخواننا من السعودية بشاركين وابطال بالدول الخليجية يعني جو حلو ورياضة السيارات ان شاء الله قاعد تحية من جديد او قاعد تحية من جديد في الكويت هترجع هذا المبتغمان ان شاء الله الله يوفكم عبدالله ايه والله يعني وان شاء الله يعني احنا نحاول نبي العوائل تعال اخذ عيالك تعال خلوا يعني حتى يايبين العاب حق اليهال يايبين المطاعم الكافيهات وخلهم هم يتشوفون يقعدون على المدار ويوم كامل ويوم كامل استمتع فيه هذا النابي الله يوفكم عبدالله ان شاء الله اجمعين مراكم وسلم على زكريم ان شاء الله يوصل كل مرة انطره يتأخر بس انا علمك فيه وين بيروح وين بتروح مني يعني زين فنقول حق كلما يسمعنا لا تنسون اللي معاء السبت في حلبة الكويت والجماعة موجدين مكان هاللي معارف طبعا نمسك الملك فهد سيدة سيدة طريج سيدة طريج سيدة طريج سيدة طريج ما يبيل هدلاله ومبعد خلاص صحي طريج قرب صحي ومن تخلصوا منهم مروحوا الخيرام مول بس عساك القوم مفقين ان شاء الله سيدة طريج سيدة شغلة مهمة اللي بيسجل اللي بيسر عضوه شون اللي بيقدم على العضوية نفس الشيء يدق على الرقم او يدز واتساب حق تسعة ثمانية ناين ون ون بس يقول لا ابي اسجل عضوية ادز صورة الدفتر السيارة والسيارة نفسها والبطاقة المدنية ويقدر يطلع عضوية او اللي بيشتري سيارة يديدة هم يقول حق الوكالة انا بالعضوية مجانية اول سنة تكون طبعا اللي بيشتري سيارة سواء كلاسيكا او موديل يديدة يقدروا اياكم يتواصل والله يا جماعة اعطوني فايد اعطوني نصيحة اعطوني شي شا سوي هالموديل شلونة طبعا تقدروا تتواصل الشباب عندهم خبرة ما شاء الله ويعرفون تفاصيل كل التفاصيل والله النسخة من هالموديل لا مو زين اخذوا الموديل هذا سنمشي مع الكويت بالضب فيها الاشياء بضب فيه كل شيء هذا المطلوب واللي يابي هم ياملي معي فيها ان شاء الله ان شاء الله